أهلاً أعزائي المشاهدين في قناة تحليل الشطرنج 64 هذه مباراة بين اثنين من محترف الشطرنج يتحرك الحصان الأبيض للمربع D6 كش ملك وفي نفس الوقت ينكشف الفيل الأبيض على الفيل الأسود A6 الغير محمي يأكل الفيل F8 للحصان الأبيض وبعد ذلك يأكل الفيل الأبيض للفيل A6 والآن يتحرك الفيل الأسود الذي يحمل قلعة B4 ويأكل جندي G3 والآن ما رأيكم هل ستأكلون قلعة B4 بالوزير الأبيض لو كنتم في هذه المباراة؟ أوقفوا الفيديو وفكروا في هذه المسألة حسناً يخطئ اللاعب الأبيض في هذه المباراة ويأكل قلعة B4 بالوزير الأبيض والآن نتفاجأ باللعب الأسود حيث يضحي بالقلعة الثانية ويحركها للمربعة شوان كش ملك والحركة الوحيدة لللعب الأبيض هي أن يأكل قلعة بالملك بعد ذلك يتحرك الوزير الأسود للمربعة شفايد كش ملك والحركة الوحيدة للملك الأبيض هي التحرك المربعة جي وان يتحرك الوزير الأسود للمربعة شتو كش ملك يتحرك الملك الأبيض للمربعة فون بعد ذلك يتحرك الوزير الأسود للمربعة شوان كش ملك والمربعة الوحيدة للملك الأبيض هو المربعة إي تو وأخيرا من حركة القاضية بالوزير حيث أكل جندي G2 كشمات وتنتهي اللعبة لصالح اللاعب الأسود وهكذا تناولنا في هذا الفيديو مثال رائع يوضح كيفية التضحية بقلعتين للفوز بكشمات أتمنى أن يكون قد عجبكم المقطع ولا تنسوا نشير وسبسكرايب ولايك كما يمكنكم متابعتنا على حساب الانستغرام تحليل الشطرانج 64 شكرا على المتابعة وأراكم في مقطع قادم بإمنا الله